يوم خاص درجت عادة الجالية التركية في الولايات المتحدة على إحيائه تخليدا لذكرى المواطنين الأتراك الذين استشهدوا جراء هجمات إرهابية متكررة دأبت منظمات إرهابية أرمانية شنها على المكاتب الدبلوماسية التركية في مختلف مناطق العالم كما الحال لدى منظمة أصالة اليوم التركي في نيويورك فعالية ينظمها البيت التركي بتنسيق مع دائرة الاتصال بالرئاسة التركية هدفها تقوية الروابط الثقافية التركية الأمريكية والتعريف بتاريخ مليء بالدماء لطخت به منظمة أصالة أيديها في حق مواطنين أتراك وبحسب الأرقام فإن 77 تركيا بين دبلوماسيين وأفراد أسرهم استشهدوا جراء هجمات المنظمات الإرهابية الأرمانية منذ سبعينيات القرن الماضي على رأسها حادثة اغتيال السفير التركي لدى فرنسا سمع الأرز عام 75 عقبتها سلسلة من العمليات الإرهابية في كل من أثينا وفيينة وبغداد ومقديشو ومدن أخرى على مدار سنوات طويلة ورغم تراجع وتيرة هذه العمليات الإرهابية بعد تضرر الدول الأوروبية من هذا الخطر الإرهابي فإن استهداف الدبلوماسيين الأتراك ظل مستمرا رغم الجهود التركية لمحاولة فتح ملفات العمليات التي حصلت ولم يلقى القبض على منفذها معاذ الهرس تريت عربي